اهلا بكم مشاهدين معنا إلى هذه الحلقة الجديدة من البعد الآخر للرئيس ترامب مواقفه الصلبة تجاه إيران هذا أصبح معروفا هو يعرف كيف يضغط عليها ويستنزفها ويقود نفوذها والمواجهة بين دولة الملالي وإدارة ترامب هي فصل مهم من إنجازات الرئيس الأمريكي لكن في الفترة الأخيرة ومع مغامراتها الطائشة في أمريكا الجنوبية أصبحت إيران تواجه رئيسا آخر رئيس أمريكي حكم الولايات المتحدة منذ قرنين وأرسل مبدأ الذي هيمن على نصف العالم الغربي بأكمله لأكثر من مئتي عام الرئيس هو جيمس مونرو والمبدأ الذي أرساه هو مبدأ مونرو والذي سلمه إلى الكونغرس عام 1823 بهدف تقليل التدخل لاستعمار الأوروبي في الأمريكيتين آنذاك ويمضي الزمن وأصبح من ثوابت السياسة الأمريكية الخارجية طبعا إبعاد أي قوى معادية من حرية الحركة في أمريكا اللاتينية مبدأ مونرو ظل حاكما لعلاقة الولايات المتحدة مع أمريكا اللاتينية ووصل الأمر في عصر الرئيس كينيدي لوضع العالم على حافة حرب نووية حتى لا تصل صواريخ الاتحاد السوفيتي إلى الحليف الشيوعي في ديل كاسترو في كوبا فالسياسة الأمريكية لا تتهاون أبدا عند اقتراب أحد اللاعبين من فنائها الخلفي في اللعقدين الأخيرين أصبح ملالي إيران يبحرون ضد التاريخ والجغرافيا وهم يقتحمون أمريكا اللاتينية ناقلات البترول المتجهة إلى فانزويل لا ليست إلا قمة جبل الجليد فهناك أكثر من 14 مركزا ثقافيا إيرانيا جرى افتتاحها في دول القارة وهناك علاقات وطيضة جمعت بين الحرس الثوري وحزب الله والعالم السري لتجارة السلاح والمخدرات في أمريكا اللاتينية الأمر الذي ينذر بمواجهة حاسمة مع أحد أقدم ثوابت السياسة الخارجية الأمريكية الدوريات الأمريكية المتخصصة تزخر منذ سنوات بدراسات حول هذه النقطة فعلى سبيل المثال نشرت فورين أفيرز في سبتمبر عام 2016 مقالا للكاتب إيلان بيرمن حمل عنوان إيران وعقيدة مرول جديدة وقال فيه إن واشنطن يجب أن تخشى من تدخل طهران في الأمريكيتين حول هذا الموضوع اسمحوا لي أن أرحب بضيفي من واشنطن السيد إيمانويل أوتولينجي الخبير في أنشطة إيران في أمريكا اللاتينية في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطية أهلا بك معنا سيد إيمانويل شكرا جزيلا لكم على هذه الاستضافة بحكم قراءتك لكل الوضع الذي تقوم به طهران في أمريكا اللاتينية هل استراتيجية إيران مفصلة منظمة واضحة في أمريكا اللاتينية قبل أن ندخل في العمق في أهدافها وتدعيتها هنا إيران هي نظام ثوري يتمح لتصدير رأيه الفكر خارج حدود إيران وليس الاقتصار على المجتمع الإيراني وعلى الرغم من أن أمريكا اللاتينية هي بشكل عام قارة مسيحية فعن إيران ومنذ ثمانيات نظرت إلى أمريكا اللاتينية باعتبارها منطقة توفر فرص كبيرة لتصدير نظرة الإيرانية لسببين أولا لأن إيران رأت في أمريكا اللاتينية منطقة فيها نظم حكومية أو حركات سياسية كثيرة بسبب رفضها وكرهها لأمريكا يمكن لها أن تكون حليفة لإيران فضلا عن أمريكا اللاتينية من ناحية جغرافية هي الحديقة الخلفية لألوية المتحدة لذلك فهي توفر إمكانية إقامة شبكات وخلايا يمكن لإيران لاحقا أن تؤثر عليها لضرب ألوية المتحدة وهناك ربما سبب ثالث في اهتمام إيران بأمريكا اللاتينية لتوسيع نفوذها ويعود لذلك من ناحية تقليدية تاريخية وجود حركة هجرة واسعة لأمريكا اللاتينية قادمة من الشرق الأوسط وهناك جاليات كبيرة من اللبنانيين أو السوريين وكذلك جاليات مسلمة بعضها شيعة وهناك أيضا وجود فلسطيني في بعض البلدان مثل تشيلي إذن بالإضافة إلى التواصل مع النظم وحركات سياسية في أمريكا اللاتينية وهي مناهضة للولايات المتحدة ترى إيران أنها تستطيع أن تستخدم تأثيرها المباشر أو استخدام حزب الله كوكيل وذلك من أجل الحصول على ولاء من بعض الجاليات الشيعية في أمريكا اللاتينية وأحيانا من خلال استغلال القضية الفلسطينية وغيرها من القضايا بين الجاليات هناك ركائز كثيرة يمكن أن تعتمد عليها إيران للدخول لهذه المناطق لتحقيق استراتيجيتها الفكرة هي أن إيران تريد أن توسع نفوذها في منطقة أمريكا اللاتينية لا تستطيع أن تفعل كما تقوم أو تفعل بالشرق الأوسط بالميليشيات والتسليح والتدريب لكنها تفعل بطرق أخرى قد تكون البوابة الثقافية واحدة من هذه الطرق وفيما تتفضل به يبدو أن إيران تستخدم هذه الاستراتيجية منذ عقود من الزمن ما الذي تفعله الولايات المتحدة الأمريكية بالمقابل وهي تعلم ما الذي تريده إيران من هذه البنطقة إن الاستجابة الأمريكية للتغلغ الإيراني في أمريكا اللاتينية وبكل صراحة أيضا زيادة الأنشطة غير المشروع التي يقوم بها حزب الله فإن الولايات المتحدة الأمريكية قد انتهجت مقاربة متعددة الأوجة تشمل الدبلوماسية وفرض العقوبات وكذلك عمليات إنفاذ القانون وجمع المعلومات الاستخباراتية لإحباط هذه العمليات ربما ما لم تركز عليه الولايات المتحدة كثيرا هي النهج الذي انتهجته إيران وذلك من خلال ربما تحذير الحلفاء المحليين للتصدي للوجود المؤسسات الدينية والثقافية المتزايد والمرتبطة بإيران وحزب الله وهذه المؤسسات ليست موجودة للاستجابة للحاجة الدينية للمسلمين في المنطقة وإنما كانت أدوات للدعاية والتطرف نيابة عن الجمهورية الإسلامية لكن الولايات المتحدة الأمريكية هل يمكن لها أن تنجح في مقاومة هذا النفوذ الإيراني طالما بقيت لم تكسر فكرة حاجز ما يجمع هذه الدول مع إيران وهو حاجز الكراهية للولايات المتحدة الأمريكية كلهم يؤمنون بنفس المنطقة أنه الدولة الإمبريالية الأمريكية لو أخذنا فانزويلا على سبيل المثال من أيام هوغو تشافيز والآن مادورو ولم يختلف كثيرا في سياستها وأيديولوجيتها إذا بتطلاقى الأيديولوجيات هنا ما الذي تستطيع أمريكا أن تفعل أكثر من المعلومات استخبارية ومحاصرة وتقارير تخرج من هنا وهناك مرة أخرى فنزويلا مثال وجيه فالولايات المتحدة قد استهدفت القيادة الفنزولية من خلال فرض عقوبات عليهم وتجميد أصولهم وتوجيهتهم لهم لمحاكمتهم وقد دعمت الحكومة الشرعية لإخوان غويدو وقامت أيضا الولايات المتحدة بالعمل من خلال القنوات الدبلوماسية في المحافل الدولية مثل منظمة الدول الأمريكية وذلك من أجل بناء علاقات قوية وكذلك حثت الحكومات في أمريكا اللاتينية للاعتراف بغويدو وقطع العلاقات مع مادورو وسعت أيضا الاستهداف المؤسسات المالية وشركات ذات الصلاة بمساعدة نظام مادورو من خلال فرض العقوبات عليها كما حدث مؤخرا ضد السفن التي تنقل الوقود من إيران إلى فنزولا وهذا مثال على ذلك يثبت تحرك الولايات المتحدة ضد إيران كما استهدفت الولايات المتحدة العمليات الفنزولية التي تدعم الاتجار بالمخدرات التي تصل إلى الشرق إلى الولايات المتحدة وأوروبا وشرق أوسط لنافينزولا بدل عبور وحزب الله يساهم في ذلك ما أخفقت فيه الولايات المتحدة هو في استهداف قوة إيران الرخوة وكما تعرفين فإن إيران لديها وسائل إعلام تعمل على نشر رسالة إيران الإعلامية وهناك قناة إسبانية متاحة على مواقع التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك وهي أيضا متاحة عبر الاتصال بالأقمار الصناعية هذه القناة موجودة في إسبانيا ولديها عمليات في أمريكا اللاتينية والكثير من الصحفيين الذي يعمل لهذه القناة واسمها سبان تيفي هم ليسوا بالإيرانيين أو اللبنانيين وإنما هم مسيحيون من أمريكا اللاتينية يدعمون إيران وفينزولا وهم يعملون خارج فينزولا وهذا مثال يبين أن الويت المتحدة لم تتحرك أو لم تهتم بما فيه الكفاية للأدوات التي تستخدمها إيران لتنفيذ أجندتها السياسية وهناك سوابق حيث أن الويت المتحدة من خلال الدبلوماسية والعقوبات وإنفاذ القانون استطاعت أن تقنع حكومات أو شركات أقمار صناعية بإغلاق القنوات التلفزية ذات الصلة بالكيانات الإرهابية هذا ليس بالشيء الذي لم يتم من قبل وإنما قد تحقق ثم الكثير من رجال الدين المتطرفين المرتبطين بإيران وحزب الله في أمريكا اللاتينية يعملون مع سلطات الأمنية ويتقاسمون المعلومات ويقنعون أيضا سلطات السياسية هناك لتحرك ضد إيران وحزب الله وهناك طبعا نقص من جانب الويت المتحدة في هذا المجال أنت بشكل شخصي في عام 2018 نشرت مقال في الفورين بوليسي دعوت فيه الرئيس ترامب إلى قطع أذرع حزب الله من أمريكا اللاتينية كيف كانت استجابة الإدارة الأمريكية آنذاك لمثل هذا المطلب؟ إن الإدارة الأمريكية بالتأكيد هي تؤيد الهدف وكما تعرفين بالتأكيد فإن الويت المتحدة من خلال جهودها الدبلوماسية أنجزت الكثير في 2018 و2019 فالأرجنتين صنفت حزب الله منظمة إرهابية وأنشأت سجل للكينات الإرهابية وبدأت في فرض عقوبات على قيادة حزب الله والباراقواي أصدرت أمر رئاسي بأن منظمة حزب الله منظمة إرهابية وكولومبيا في يناء 2020 اقتفت هذا الأثر وهندورس أعلنت أيضا حزب الله منظمة إرهابية وعلى الرغم أنه ليس هناك بلدان أخرى في أمريكا التي تمام بس إعتبرنا أنه هذا كله يسير على الطريق الصحيح نحن نعلم سيد إمانويل بأن الحرب الباردة انتهت ولو ظاهريا لكن هذه الجهود الإيرانية في أمريكا اللاتينية أيضا هي مدعومة مسهلة بشكل أو بآخر من إيران والصين من الصين وروسيا عفوا هل ندخل في نفس السياق الحرب الباردة في حديقة خلفية للولايات المتحدة الأمريكية كل الكارهين للولايات المتحدة الأمريكية وممكن العمل لهم من خلالها أما السياسات الأمريكية في مواجهتها لن تتعدى الأفكار الدبلوماسية حتى هذه اللحظة بتأكيد أن أتفق مع تحليلك وصحيح هذه حرب باردة ويجب أن نتذكر ما كانت عليه الحرب الباردة في السبعينات والثامينات الكتلة الغربية كانت تحارب الاتحاد السوفيتي ولم يتعلق الأمر بصراع أو عقوبات أو عملية تجسس فقط وإنما شامل ذلك أيضا الكثير من القوى النعمة التي استخدمت ومن هذه الزاوية نحن لا نبلي بلاء حسن في السياق أمريكا اللاتينية وإيران حزب الله هناك مكون آخر كما تعرفين حزب الله لده موقف أو وضع المقدم الخدمات لتنظيم العملية الرهبية هو يقوم بتغسل الأموال والاتجار بالمخدرات والأسلحة والبشر إذن على صعيد آخر هناك تحقيقات تجري وأجهزة الإنفاذ القانون والأجهزة السخباراتية تركز على ذلك لكن نتائج هذه الأعمال كلها هي أقل بكثير مما نحن بحاجة إليه لحصول على أثر كبير على عمليات حزب الله هناك مثال كبير وليس بالضرورة متصل بأمريكا اللاتينية لفراج مؤخرا على أسس إنسانية لقاسم تاج الدين المموغ اللبناني المقيم في غرب فيخة والذي اعتقل في المغرب عام 2017 ثم ترحيله الولايات المتحدة على مدى عقود تم تحقيقه في هذا الشخص وأقل من ثلاث سنوات في السجن تم الإفراج عنه وإرساله إلى لبنان وحذية باستقبال الأبطال يجب أن نحسن أداء على كافة الصعود يجب أن كل الدينة استراتيجية تركز على القوى الناعمة وعلى الرأي العام وتسلط الدوء على أنشطة إيران وأذرعها الخبيثة في أمريكا اللاتينية نحتاج المزيد من الأعمال القوية ونريد من البلدان أن تتحقق وتعتقل وترحل ممولي حزب الله نريد أيضا نتائج سياسية إيجابية في شل حلفاء إيران في المنطقة بدءا بفينيزويلا نحتاج لجمع المعلومات الاستخباراتية بطريقة أفضل من منظور سياسي وفيما تعلق بتحديد الأهداف فإن الإدارة الأمريكية قد سارت في الطريق الصحيح على مدى السنوات الأربع الماضية والأمر يبدو أن نتجاوز فقط القوى الناعمة ومحاولة الضغط الإيرانية وصلنا لمراكز تدريب لحزب الله قريبة من الكاريبي أيضا في فنزويلا والأسماء كثيرة محسن رباني سهيل الأسدي طالب حسين خزرجي كل هذه الأسماء يمكن وضع علامات استفهام وخطوط حمراء تحتها بشكل واضح ومباشر ألف شكر لك سيد إيمانويل أولتلينجي على المشاركة معنا في البعد الآخر شكرا جزيلا وفاصل قصير نتابع بعده كيف ينظر أهل أمريكا اللاتينية إلى محاولات التغلغل الإيرانية مرحبا بكم معنا من جديد في البعد الآخر لعقود طويلة عانى الدول وأمريكا اللاتينية من مشاكل متعددة النسيج السياسي والاقتصادي فيها بالغ التعقيد ولا يخلو من المفارقات فبعض أغنى الدول في الموارد تضم أفقر الشعوب من حيث الدخل وبعض الدول تتمتع فيها الحكومات بسلطات غير محدودة بينما تجد عصابات الجريمة المنظمة مساحات واسعة من حرية العمل والازدهار في ظل هذا الواقع المعقد كيف يبدو التغلغل الإيراني لأهل أمريكا اللاتينية كيف نستطيع أن نقرأ محاولات الملالي لاقتحام هذه البيئة الصعبة عبر مراكز ثقافية أو علاقات معلنة مع أنظمة استبدادية وعلاقات خفية أحيانا مع عصابات منظمة كيف يشعر أهل البلاد أنفسهم بهذا التسلل الإيراني لأوطانهم حول هذا الموضوع اسمحوا لي أن نرحب بضيفة الدكتورة فانيسا نيوما الناشطة في المعارضة الفانزويلية أهلا بك معنا دكتورة فانيسا فانيسا كيف يمكن النظر أو هل هناك إدراك حقيقي من قبل المواطن في أمريكا اللاتينية في فانزويلة تحديدا لخطورة التغلغل الإيراني سواء بالقوة الناعمة الآن أو حتى بعمليات غسيل الأموال وتهريب المخدرات وغيرها أحيان أخرى إن العلاقة بين إيران وفانزويلة بدأت منذ فترة طويلة من الزمن بالأساس بدءا من عام 2001 منذ توقيع الاتفاقات الأوة مع الرئيس شافز ثم بعد ذلك في عام 2003 وبعدها الجميع يدرك التغلغل الإيراني في فانزويلة حيث نرى ناقلات النفط التي تجلب الوقود وسط احتفالات من قبل نظام مادور على الرغم من أن هذه الناقلات هي التي تمول النظام الإيراني ولا تفيد الشعباء الإيراني وهناك أيضا مركز تجاري تم تدشينه من طرف الرئيس الفنزويل والرئيس الإيراني وسافر الإيراني في كراكس من أجل الدعاية لإيران وآخيرا وليس آخر قبل بضعة أيام فقط فإن رئيس كولومبيا أعلن أن لديه معلومات استخباراتي تفيد بأن الرئيس مادور يسعى لشراء الصواريخ من إيران ليس هناك دليل عن أن فنزويل اشتارت هذه الصواريخ أو قامت بتركيبها لكن الرئيس مادور يرغب في شراء هذه الصواريخ إذن من خلال الناقلات والمركز تجاري ثم ما صرح به الرئيس كولومبولي فإن كل الفنزويليين الذين لديهم معلومات بهذا الشأن يعرفون أن إيران تسيطر على آلة القمع في فنزويل على مستوى الشارع في فنزويلا دكتورة فانيسا هل يراقبون ما الذي يحدث في الدول التي تسيطر فيها إيران على القرار يعني مثلا لبنان لا يكاد يخلو عام من الأزمات داخل لبنان وكذا الحال بالنسبة لليمن العراق في حالة يرثى لها هم في المنطقة أمريكا الجنوبية في فنزويلا يتعملون مع عصابات ومع جريمة منظمة على مستوى الشارع هل ألا يخشون من هذا التدخل الإيراني؟ ما موقفهم؟ للأسف نحن الفنزويليون لدينا معلومات ونستقيها من العالم ولدينا حلفاء في العالم نشعر ببالغ القلق إزاء ذلك المشكلة الخاصة يمكن أن تساعدنا في ذلك بينما نبني تعاون بيننا هو أن الرقابة التي يفردها نظام مدوره لقنوات الإنترنت بمساعدة روسيا والصين فهم يتحكمون في موقع تويتر وكذلك يعمد النظام إلى قطع الإنترنت عن المواطنين الفنزويليين وقد نجحنا في إنشاء تلفزيون مباشر في فنزويلا حيث بوسعنا الآن توجيه رسائل معاكسة للفنزوليين نحن نحتاج لإشراك القاعدة الشعبية ومساعدة أصدقائنا وحلفائنا من خلال تطبيقات الإنترنت لمساعدة شعبنا ما حدث ويحدث ويسعى إليه مدوره هو أن تواصل إيران المساعدة بتقديم الوقود والغذاء لكنها لا تفعل ذلك وفي المقابل فإن إيران تستولي على أي موارد طبيعية وتواصل تمويل القواء الفساد التي تقتل وتعذب شعبي نحن بحاجة للمساعدة لإرسال هذه الرسائل إلى الشعب من خلال المنشورات والاجتماعات المحلية وكذلك مجموعة الواتساب أين تلتقي مصالح هذا النظام الفنزويلي؟ فنزويلا دولة نفطية كبيرة ولكنها تعاني من أزمة اقتصادية خانقة تماما كما يحدث في العراق لكن أين تلتقي مصالح إيران مع مصالح هذا النظام؟ وكيف يمكن لها أن تتعارض طالما الفكر واحد؟ أعتقد أن ما حدث هو أن لدينا تاريخ طويل بدأ بفكر مشترك بمناهضة أمريكا ومناهضة الإمبريالية الأمريكية هذا هو المنشأ ثم جاء النفط إذن ما حدث هو أن إيران وفنزويليا كانت لديهم علاقات تاريخية بسبب أوبك ففنزويلا والعراق وإيران وأسست مع بلدان أخرى أوبك وعندما حدثت الثورة الإيرانية عام 79 كانت فنزويلا أو الميناء أو بلدته صدر إليه الثروة أو ثورة الإيرانية ثم تعمقت العلاقات بينما وقع اتفاقات تعاون دولية وكذلك مشاريع مشتركة وغسل الأموال وتعمق ذلك في مجال العسكري فالنظام مادورو في الواقع يريد أن يظل في السلطة بغد النظر عن الوسيلة هو يتمسك بالقصر الرئاسي مهما كان ثمن وإيران تقول لهذا النظام أنه ستساعدهم قابل ذهب تنتجه فينزويلا هذا ذهب يتم الحصول عليه إما من المناجم أو المصرف المركزي أو بنك أنجلترا في لندن إذن إيران تحتاج لفنزويلا لأمرين أولا للحصول على المال لأننا ندرك أن العقوبات الاقتصادية تلحق الألم والأذى بإيران وهذه لأول مرة إيران تعاني من عجف الميزاني يبلغ 4% وعملة الريال تتهاوى إذن إيران بحاجة للعملة الصعبة والذهب وهي تريد أيضا إقامة أيضا مسرح يسمح لها بالتفاوض مع الولايات المتحدة بينما تذهب الولايات المتحدة إلى الأمم المتحدة للإصرار على إعادة فرض العقوبات على بموجب آلية سناباك إذن استخدام فنزويلا كمصر عمليات باعتبار ذلك أولوية بالنسبة للإمتحدة يعطي إيران ورقة تفاوضية للأسف إن بالنسبة لإيران الشعب الفنزويلا تشبه الوضع دكتورة فانيسا ما يحدث في لبنان ما يحدث في العراق في دول شرق الأوسط التي تتدخل فيها إيران هي بالنهاية ملاعب تحقيق غايات إيرانية في نهاية الأمر دكتورة فانيسا يومنا الناشطة في المعارضة الفنزويلية ألف شكر لك على المشاركة معنا شكرا جزيلا وبهذا مشاهدين الكرام انتهت هذه الحلقة من البعد الآخر تحية لكم وإلى اللقاء في الأسبوع المقبل شكرا جزيلا